ازايكو حبايبي؟ طبقا لعنوان الفيديو هو العنوان اصلا جر صحيح العنوان ايه؟ رأي او تعليق على امتحان الديناميكس اوكي؟ بصوا بناء على رغبة اولياء الامور وبعد اسئلة الطلبة بشكل ودي برغم ان انا قلت انا مش عايز حد ينقشني في الامتحان اللي فات الناس بتاخد ده بمحمل اللي هو انت بتعند معانا اجماعة انا مش برخم عليكم اوكي؟ انا وضحت الموضوع ده كذا مرة طيب في يعني كذا والاية عمر اتصل طلب مني ان انا اعلق خلاص وانا رافض ده هم يعني في اولياء امور بتاتصل بي بتكلمني معطلدة ان انا نزلت خطة الفرع الجديد ومعلقتش على الفرع اللي امتحانه خلص اوكي؟ هو قريدي خلص فالصراحة انا مستغرب يعني انتم معطلدين ان انا بشتغل يلا بقى نشتغل في الفرع الجديد نشوف شغلنا بس هو واضح انه طلب جا ماهيري كذا حد طلبه فانا هوضح لك بس حاجة صغيرة اوكي؟ فكرة تعليق او رأيي عن الامتحان مش عارف ايه ده حصل ده بس هو ده اتا كيف والله فاكر انتي اوكي الفكرة التعليق او رأيي في الامتحان هي اولا مش هتضيف اي حاجة لك اوكي؟ هفهمك ليه؟ لو انا شفت انا انا شفت الامتحان صعب انت هتعمل ايه؟ شفته سهل هيفرق ايه؟ عن لو انا شفته صعب فكر فيها كده؟ كتبت بوست يا جماعة الامتحان صعب يا جماعة الامتحان سهل جدا في الحالتين انت غير راضي ليه؟ اللي انا هقوله صعب فيه ناس هترضى ونس لأ اللي انا هقوله سهل فيه ناس هترضى ونس لأ يقولك بس انا عايز رأيك يا مستر حبيب قال لي ما انا كده كده شاف الامتحان سهل عارف ليه؟ عشان ابني انا مدرس فطبيعي هبص للامتحان انه سهل فانت هترد تقول لي ايه؟ ما انت طبيعي بص يا جماعة انا لما بقول لأي حد المسألة دي سهلة او الامتحان سهل بيرد يقول يا مستر مانت المستر مع الطبيعة تشوفه سهل اوما انت عايز ايه? انا عايز اعرف في رأيك لو انت طالب ايه ايه انت بتعرف رأينا ليه? ما انت طالب اهو يا لا ولو ليه ما انت طالب? حد فهم حاجة معك؟ طيب سوري هاجب لكم نهية الموضوع ده اوكي? انا بشوف الامتحانات ممكن انت بتطالي الحركة عشان انا ما اعرفش اتكلم وفي حركة انا لما بشوف الامتحانات هل انا بشوف الامتحان ولا اكيد بشوف الامتحان انا ممكن اجدب عليك زمان كنت بجدب واقول كده انا بناء انا على خبرتي في الشغلانة دي احنا ماث عندنا كذا فرع اوكي? يعني عايز تقول ايه? حبيب قلبي اي مدرس تاني بيطلع يعني بيقى فيه امتحان واحد بس وتلاقي يقولك ياه اخيرا لال الامتحان دي عدت عايزك تحط نفسك مكاني ولو مر ومكان الاسستنز اللي معايا ممكن بس احراك ايديك ليه? شكلي شكلي عبيت في الفيديو بس ما تحركيش انا معرفش اتكلم فيه حد بيطلع سورة يا جماعة اوكي فيه ناس بردو واحد ان تبع ان انا عاصبي لأ انا اتعباني بس يا ماري مجال انا اتعبان خلاص ايه وطالع والله الفيديو مش اقول لك غزبا عني انا انا بالعكس والله انا طالع عشان ارا هيحكم من القصة دي كلها في كل الامتحانات الجاية ان شاء الله ايه انا عندي كذا فرع انا عايز الاسستنز عايزين يركزوا الطلاب كمان عايز اتركز انا فكرة ان انا عدى افتح معك حوار سواء من ناحيتي او من ناحيتك ده مش هديف حاجة بل بالعكس هيوطرنا ويدع وقتنا على الفاضي انا بشوف الامتحان حصل لكن انا بشوفه مش بعين التقييم يعني انا كعمر الشربيني مدرس ما ببصش كده الامتحان وعدة قيم السؤال ده الطالب هيشوفه ايه انا مالي خلاص الامتحان عدى انا ما ببص الامتحان ببص عليه عشان اشوف مصدر الامتحان عشان اقدر اشوف باقي الفروع هل انا شغال صح ولا شغال غلام طيب امتحان الديناميكس فرق حاجة عن امتحان الالجبرا لا الاتنين تقريبا من نفس المصدر وهم مشابهين بنسبة 100% للامتحان التجريبي اوكي يعني ايه مشابهين بنسبة 100% يعني ده مش هيدوف لك حاجة انت حتى لو عرفت ان هم مش مشابهين انت مش هيدوف لك حاجة انا بقى اللي بيقود علي ده بمعنى انا اللي لما بلاقي فيه اختلاف زي الامتحانات التجريبية على هذا الاساس كنت انا عامل شيط عملتو مشابه يعني مثلا في امتحان التجريبي بتاع الديناميكس اهتم اقوي بالجرافز جي النهاردة رح مهتم بالجرافز حصل؟ اه في الشيط بتاعي كنت مهتم بالجرافز ما تفتكرش اني بقولك كده عشان بيقولك ان انا جامد او بتاع ما هو مجاش من الشيط برضه طب جي من الشيط تاني مجاش احنا عملنا اللي علينا احنا كده كده حلينا بنك المعرفة كله المعاصر كله كتاب المدرسة كله وفي الاخر الامتحان انا شايفه انا شايفه اي حد يعرف يحله لو مذاكر بس يا مستر احنا شايفين انه صعب صح؟ انت شايف كده؟ غيرك مش شايف كده مين فيكو صح؟ معرفش طب رأيك انت يا مستر ايه؟ عكيد انا شايفه صح؟ انا عارف حله انا مش برخم عليك حبيبي انا اعرف احله وخلي بالك الفيديو ده بنا على رغبتك انت مش رغبتي انا يعني انت اللي طلبت رأيي انا اكيد شايفه سهل طب الطلب اللي معك عامله ايه؟ يا جماعة صلوا عندي لو في حد مش بصدقني انا ممكن افتح لك الواتساب بتاعي دلوقتي واعمل لك سكرين فيديو كده سكرين ريكورد يعني امشي لك في الواتساب الناس بتكلمني تقول لي مستر مهورين وقلوب وشكرا انا مش عارف ايه خطر خيرك مش عارف ايه دي فئة ده نوع مشان برضو في الناس تيجي تقول لك ايه انا مستر ما تقعدش تقولي ان الناس عشان تعمل دعاية يا ابني دعاية ايه؟ انا مش فاضل الكلام ده انا عندي حاجات تانية مركز فيها خلاص وبعدين لو انا عايز اعمل دعاية طب انا ممكن اعمل ان حد بيشكره يعني فهلا ما فيهاش حاجة بسيط على فكرة ممكن اخلي خمئة واحد بيشكره فيه يا جماعة فيه حاجة يعني اا وانا ما بعملش كده على فكرة انا ما بخش ستين شوت بعد الامتحان وقول لك بصوا اراي الطاق انا مش انا بس هقول الفئتين اوكي الواتساب بتاعي دلوقتي عليه كده اوكي اا قطر خيرك اا ربنا يبارك لك احنا بنشكرك ومش عارف ايه بتاعي اا لو حد يعرف حد من الناس دي او من الفئة دي اا ما بقولوش حتى العفو ليه غرور ده انت مغرور فعلا انا مستر زي ما بي يا عم ولا غرور ولا حاجة تعال نركز في الامتحان اللي جاي برافو حلت كويس وبعدين هتجيب درجة كويسة وبعدين هتخش الكلية كويسة او هتخش الكلية اللي انت عايزها وبعدين هل ده او هل اصبح الامر محسوم انك خلاص كده بقيت انسان نجح لا 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 لسه بدري انت لسه في مرحلها ها لما تكبر وتشتغل وا 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 ده اللي هيحدد بناءا على اجتهادك هل انت هتبقى ان شاء الله انسان كويس ولا للاسف لا خلاص طيب فئة تانية من الناس بعتتلي مصر الامتحان كويس بس انا مش عارف ايه وبتاع اا 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 واحد بعتلي بيقول لي ايه بيقول لي انا فيه 12 سؤال معرفته مش واحد بعتلي قال لي انا ما حلتش غير 9 اسئلة يعني ساب كم 12 سؤال مش عارف كم 16 واحد ديولك انا ما حلتش غير 9 اسئلة هو ده ما بعتليش الصراحة اوكي ده حد من الاسسسنز بتوعي قال لي ده فيه واحد بيقول لي كذا 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 وفيه ناس تانية فيه بتاع فيه ولية عمر بيكلمني بيقول لي مصر بنتي خارجة بتعيد وفيه ولية عمر كلمتني قايت لها مصر ابني كان بيعيد وفيه ناس تقول لي احنا خارجين فرحانين جدا ومش عارف ايه طيب انا اعمل ايه فكر فيها كده انا من خبرتي حبابي انا ده المصلحتك والله انا من خبرتي اا شايف ان الافضل ان انا معلقش على الامتحان يقول لك اصلا انت كده هتطمننا طب هتطمنكم ازاي حبابي يفهموا انا لو قلت الامتحان كان صعب الناس اللي حلته وشفته سهل هتتوتر طلاص ان انا لما اقول الامتحان صعب ده معناه أو تأكيد مني أنه بقولك أنا ما دربتكش على المستوى ده وتبقى أنت ظالم لو قلت أنه ده حصل لأنه أنت عارف كويس قوي أنه أنا دربتك زيادة عن المستوى ده هل ده معناه أنه أنت لازم تعرف تحل؟ لا عادي جدا جدا جماعة فيه ناس بتخش هندسة ناس بتخش كلها أقل ناس بتخش أعادي وكلهم كويسين بالنسبة لي وبالنسبة لأي حاجة فيه ناس أنجح من ناس فيه ناس فيه كلها تقمة ونقس فيه كلها أقل وده أنجح هذا جماعة أوكي؟ طيب لو قلت أنه سهل هستفز الناس اللي معرفتش تحلي هات أي مدرس مهما كان حجمه في أي مادة شوف تعليقه على الامتحان اللي أنا من وجهة نظري أنا آسف يعني ولا لي لازم هتلاقي تعليقه يقولك إيه؟ الامتحان متوسط لكن الوقت طويل الامتحان متوسط لكن فيه كم حاجة صعبة الامتحان متوسط لكن فيه كم سؤال كده فيهم فكرة الامتحان متوسط ولكنه لا يخلو من بعض الأفكار من بعض التركس عارفوا هو بيقولك إيه؟ ده رد دبلوماسي يعني إيه دبلوماسي؟ يعني إيه دبلوماسي يا جماعة؟ أنا هقولك حاجة هاتلي مدرس أرأي غير كده في أي امتحان مش بتكلم على ماث أو فيزيكس أو أي امتحان لازم يرد يقول كده لازم يعلق يقول كده أنتوا عايزين نطلع أكتب لك بوست يا جماعة الامتحان متوسط لكنه لا يخلو من بعض الأفكار كده أنا عملت إيه؟ ضربت عصفرين بحاجة اللي حال سهل يقولك آه كان متوسط الحمد لله أنا مستوى متوسط واللحال اللي معرفش يحل لا يخلو من بعض الأفكار أيوة هي دي الحاجات اللي أنا معرفتش يحلها هاتلي مدرس أرأي غير كده الامتحان أنا شايف أن مستوى فوق المتوسط بس الوقت قليل لا أنا ألأ أي حاجة؟ خلاص يا جماعة التعليق مالوش لازمة أنت عايز ما طمنك؟ ما أنت لازم يعني طمن أنا بطمنك على فكرة عارف بعمل إيه؟ بركز في الفروق الجاية خلينا نشتغل عشان إن شاء الله نحل أفضل هفكركم برضو بحاجة قلتها لكم قبل كده بس عشان تحسبا لأن حد ما سمعهاش هقولها سريعا أنا في امتحان السنوية عامة بتاعي في امتحان العربي نسيت التعبير جرجعت من الامتحان منهار كنت خلاص قلت أنا مش هكمل السنة كنت شاف أن أنا تعبت نفسيا اللي هو خلاص كل حاجة راح يوم بعد كده أم الله يرحمها دعمتني جامد في الموضوع ده قعدت يوم ما زاكرش بعد كده اتحمست قوي ورجعت زاكرت وا 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 في الآخر النتيجة كويسة جدا في الآخر أنا فضلت أبص كده أو أفتكر الموقف ده أنا عمري ما هنساء لو أنا كنت أعدت أعيط على امتحان العربي وكنت فاكر أني خلاص الدنيا راحت ها؟ وفي الآخر لقيت نفس جاية بدرجة حلوة جدا نقصت في العربي طبعا نقصت كتير لا كتير بالنسبة لباقي المواد يعني كنت مقفل باقي المواد ونقصت في العربي والإنجليزي بس نقصت في العربي أكتر من في الآخر النتيجة كانت إيه؟ جبت المجموع اللي أنا عايزه زيادة مجبتش عايز كل ده حد فهم ما أنا عايزه له يا جماعة؟ طيب الوزير قال أن الدرجة المكسيمم المية في المية هتتحسب على أعلى واحد يعني لو في سؤالين ما يتحلوش في الامتحان ده أنت هتعمل إيه؟ هيبقى الدرجة النهائية من 23 يعني أنت ممكن تبقى جايب 23 من 23 وانت جايب كده 100% في الامتحان أوكي؟ التنسيق بيبقى معتمد على كل الناس إمتى تزعل؟ إمتى تخاف؟ إمتى؟ تكتائب وما تكملش مذاكرة؟ لو أنت لوحدك في اللجنة اللي معرفتش تحله أو أنت أقلية اللي معرفتش تحله طب يا مستو؟ طب أنا دلوقتي حليك كويس جدا وأنا من الناس اللي كلمتك على واتساب قلت لك أنا حليك كويس وانت حلو ومش عارف إيه وبتاعه طب أنا دلوقتي اتوترت كده لا عادي في ناس حليك كويس بشكل عام يا جماعة في ناس من الناس الشطرة اللي معايا قلت لها مستر الحمد لله حليك كويس بس في سؤالين مثلا أو 3 أسئلة معرفتش أفكر فيهم أوه أوكي؟ في ناس تقول لك الجرافز جات صعبة ما دي مش مفاجأة ما هو متحان التجريبي جاب فيه جرافز صعبة فأنا قلت نفسي حتى في الفيديو بتاع المتحان التجريبي موجود افتحه اللي نازل بقاله شهرين تقريبا أو شهر ونص يعني قلت نفس الكلام قلت هو هيجي في الآخر يلعب على الجرافز فمفيش حاجة جديدة يعني قلت يا جماعة الفيديو ده بقى لازميته إيه؟ ولا أي حاجة يعني أنا أتمنى 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 أن يكون ضيعت وقتي أنا مضغوط خلاص لو أنت بتاخد معايا من أول السنة أنت عارف حتى وشي باين عليه الإرهاق والتعب وأن أنا نفسيا مش متزبط فما تجيش تضغطني أكتر حبيبي أنا بحاول أن أنا متص كل مشاكلك عشان نوصل لنتيجة أحسن ما تجيش تضغطني بمعنى إيه؟ أنا مثلا بصور في الفيديو المراجعة الواحد حوالي 8 ساعات ده ده البند بتاع الفيديو اللي بحل فيه المسائل بس أوكي؟ غير بقى متابعة الأسستنز متابعة الطلبة أشوف مين بيتجاوب ومين ما بيتجاوبش غير أن أنا بقعد أشوف لو في فكرة جديدة نلحق نقولها وبتاع غير أن أنا نفسيا ما بنامش ما أنا بفضل صاحي لحد ما أنت تخلص الامتحان وباضطر أه؟ تستنى الامتحان يخلص عشان أتطمن يعني أنا كمان متوتر زيك وأكتر فأنا مش عايز أضغطك وأنت ما تضغطنيش أنا بعمل لمصلحتك اللي هي إيه؟ اللي الكلام في الامتحان ما ليش لازمة أنا دلوقتي لو كنت تعليقها اللي امتحان متواصلت ومش عارف إيه وبتاع إنت بقعد إيه؟ يا مستر بس فيه طب إيه رأيك في السؤال ده؟ مستر بص كده السؤال ده الإجابة هتطلع كام يا عم ركز في اللي جاي ركز في اللي جاي إحنا مش فضيين للكلام عارف إنت لو فيزيكس ولا كيمستري؟ خلاص اللي امتحان خلص وأنا قاعد فاضي وإنت قاعد ما ورقش حاجة خلاص امتحان الفيزيكس خلص مستر هادبة هتطلع كام بالزاد لكن إحنا دلوقتي مش فما إفرد إنت حلتها غلو هتتوتر إفرد حلتها صح هتفرح وفي الحالتين إنت خسران عارف إيه؟ لما بتفرح بحاجة قوي ده بيفقدك الرغبة على الشغل أو بيفقد إسكت 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 لما بتغلط إيه؟ لما بتحل كويس قوي أو لما بتفرح بأي نجاح معين ده بيفقدك الرغبة في التحسن إنت بتحس أنك وصلت لحاجة كويسة فعلى فكرة الكلام ده أنا بيحصل لشخصين يعني مثلا لما حس أنها وصلت لمرحلة كويسة في أي حاجة ما ببقاش فاهم كده ولما تحس أنك حلت وحش قوي بتحبط دي بديهيات ففي الحالتين والله انت غلط والحطة دي بالزاد أهم في ناس فاكرة أنها لما بتحل كويس ده بيخليها تتشجع وتذكر اللي جاء لها ده ما بيحصلش أوكي انت لما انت بفاكر كده انت هتبقى مبسوط ومرتاح وقت حلت كويس أنا هتشجع أنا هاكل اللي امتحانك صح 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 كويس جدا بس ده بيخليك أو في بعض الأحيان الشخص بيكتسب ثقة في نفسه والثقة دي غالبا بتكون زائفة لأي فيه امتحانات أصل وليدي صعبة سهلة سوري امتحان الديناميكس مش سهل أوكي وما أنا بقوله هو مش سهل ومش هينفع يجي امتحان سهل طب الستاتيكس الستاتيكس هيبقى أسهل الامتحان بالمقارنة بالأربع فروعة وده اللي حصل في الامتحان التجريبي لكنه برضو مش هيبقى سهل وهيبقى طويل امتحان الكالكولوس هيبقى صعب أصعب امتحان مفروك كان يجي طبقا للامتحان التجريبي هو امتحان الديناميكس طب هل امتحان الديناميكس بتاع الفاينل ده زي الامتحان التجريبي؟ لا طبعا لو الامتحان بتاع الفاينال اللي انت امتحنته النهاردة زي الامتحان التجريبي انا هطلع اقولك الامتحان صعب الامتحان اسهل من الامتحان التجريبي طب هل الامتحان صعب؟ الموضوع ده نسبي وانا قلتلكم قبل كده ممكن واحد يخرج من الامتحان ساب سؤال واحد انا واحد من الناس لو دخلت امتحان وفي سؤال معرفتش حلو هطلع اقول ان الامتحان صعب جدا ايه بسهر الوفر ده البكاسة دي انت بيكس او انت بتقول انه صعب ولايك في الاخر جاب تسعة عشرين من تلاتين في سؤال ما عرفتوش حبيبي افهم انا بالنسبة لي ده صعب موضوع نسبي انا في سؤال ما عرفتش حلو انا مرفوض احل كله فيه حد تاني يخرج ساب سبع اسئلة بس سانكس جاعد هنجح انا كده هنجح انا كده شاطر هو كان داخل عامل حسابه يسقط حل كتير جاب درجة بالنسبة له معقولة فييجي يقولك لها متحان سهل جدا هتفهم حاجة يا جماعة فدائما الموضوع نزبي عشان كده الناس اللي تيجي تشكرني مثلا فيه ناس عارف فيه كومت كده يقولك ايه البنت تلاقي قاعدة بتعيط في اللجنة تخرج من اللجنة تروح بعطها للمستر بجد شكرا انه متحان كله جيب من ملزمتك انا فيه احب بعطلي كده دلوقتي مش بعطلي مش كلمي كماري بحد ده لكده واحد يا جماعة مش تطالب مش معايا بيسأل ايه بيلك هو الستاتيكس والشيت هينزل امتى وبتاع اشكريلي المستر قوي كل حاجة جات مش شيت لدرجة من انا شكيت في نفسي انا فتحت الامتحان مش كل حاجة جات جات اه افكار شبهها وده مش معناه ان انا جامد حاجة عديدة ما هو الشيت ده انا مش جامد من عندهمي انا مهلفتش المسائل دي المسائل دي كلها من مصادر يعني من مصادر الوزارة مش من مصادر انا حتى المسائل اللي كنت بجابها من مصادر انا اللي كنت بحلها في الكوزز والكلام ده والواجب محلتهاش في الريفجين الريفجين دي كلها من الوزارة بنك معرفة حصص مصر كتاب المعاصر على حسب يعني فهمين حاجة بس كلها تابع الوزارة طيب صلوا على النبي يا ريت يا جماعة اركز في الفرع اللي جاي انا والله ما برخم عليكم والله كمان مرة انا مش قاصد ارخم عليكم هو بس اسلوبي كده يعني انت تلاقي وشي كده فتحس ان انا دايما ارفان انا يمكن بمفعل بسرعة بس انا مش قاصد ان انا دايقك او كده انا بس ببقى مضغوط انا ببقى دايما هدفي ان احنا نوصل لنتيجة احسن ان شاء الله بعد الامتحان مش هنزل تعليقه على امتحان انا بشوفه عشان اشوف ايه اللي بيحصل طيب امتحان الكالكروس امسر كده مش هتشوفه بقى لأ انا بشوفه عشان انا بحب اشوف الامتحان مجرد صدور طيب هتعلق على امتحان الكالكروس معنا كده كده خلصنا لأ سيبونا ارتاح بعد اذنك يعني امتحان الكالكروس يخلص انا ارتاح خلاص انا فعلا تعبان واكيد انا مش تعبان زيك اكيد انت تعبان اكتر مني خلاص التعب ما بيبقاش تعب تعب بدني بس التعب بيبقى تعب بدني تعب نفسي نتيجة الضغط والتوتر انا دوري دلوقتي ان انا اعمل ايه ان انا اسحب منك التوتر انا حاولت اعمل كده حاولت ان انا ما حسسكش مسلا ان انا كمان متوتر خلاص انا مش متوتر من الامتحان انا متوتر من ايه متوتر من عقليتك انت الامتحان يا جماعة ما فيهوش حاجة تخول عادي جي سهل هتعرف تحل جي متوسط هتعرف تحل لو انت متوسط جي صعب هتقفله لو انت طالب شاطر انت متوسط مش رحف تحله وكل المتوسطين اللي زيك مش عارف يحلوه اتفقنا؟ طيب شكرا يا جماعة ياريت نركز في الفروع الجاية اي مشكلة في المنهج ياريت تبعاتلي ما تتردتش بلاش بقى حد يقولي طب ايه رأيك في المسألة دي طب مش عارف ايه حتى الحاجة الوحيدة اللي انا علقت عليها كان قبل ما الامتحان ينزل سألت بس حتة الالاستيك كوليجن دي جت ولا لأ هدف السؤال ايه؟ انه هو جابها في الامتحان التجريبي ودي كانت فكرة مش في المنهج وانا عملت ايه؟ في الامتحان التجريبي اقعد تشرح واكد عليها كزا مرة زي برضو جيب في الامتحان الالجبرا حتة بتاعت ascending و descending انا كنت بس عايز اعرف اتأكد كان الامتحان لسه منزلش اوكي؟ بعد ما اتأكدت وفهمت المسألة جات ازاي وابتعد انا حتى معلقتش لو انا عايز اعلق باي صفة عايز اركب الموجة اركب الترند كنت اطلع اقول لك خلي بالك الحتة دي اتأكد عليها في الفيديو او رحواخد بص مش عافية لا يخرج عنه الامتحان لو اجي سؤال والاسلاء يا جماعة مش كده خلاص انا بس ببعايز يعني التعليق كان هدفه ايه؟ كل حاجة بتتعمل لازم يكون لها هدف اوكي؟ فانا كان كل هدفي اني اعرف بس عشان اشوف الايه؟ الفروع الجاية هعمل فيها ايه؟ يمكن حاجة جديدة فكرة انه جاب الالاستيك ده معناه انه هو ممكن يجيب الافكار او هو بيجيب الافكار بدأت الامتحان التجريبي ده معناه ان انت ترضع الامتحان التجريبي يعني ايه ترضعه؟ يعني تشوف المسألة كده كل الافكار اللي شبهها تحلها وتفهم كل حاجة من المسألة مش تحل المسألة وعمره ما يجيب لك فكرة شبه مقررة عمره ما يجيب لك نفس الحاجة مش بس يغير ارقام ممكن يتفرع تفرعات الفكرة لما انت تشوف الفيديو بتاع الامتحان التجريبي بتاع الكالكولوس مثلا هتلاقييني بشرة تفرعات كل فكرة. اوكي? اه الشيت اللي انا عامله في كل الافكار المشابهة للامتحان التجريبي. هل انا كده بقى اقر ان الامتحان هيجي من الشيت بتاعي? مفيش حاسمع كده. طب هل انا بقول انه هتيجي افكار زيه? يابني مفيش حاسمع كده. معنى طول السنة بقول لك هي مش بكتر الحل. طول السنة بقول لك اه انك تفهم اهم من انك تحل كتير. طول السنة بقول لك مش مهم تخلص بدري. مش مهم مش عارف ايه. خلاص اوكي. اه انسى كل اللي فات. حلت حلو. برافو. حلت وحش. معلش. ركز في اللي جاي. زاكر كويس. رجنا معكو. باي باي.